أربع أحداث تاريخية خارقة معجزية التي تتعلق بشخص المسيح وبهوية يسوع المسيح وهذه الأحداث الأربعة لا يوجد نبي لا يوجد حكيم لا يوجد أي شخص تحت الشمس سواء قديما أو حديثا إلى مجيء المسيح ثانية استطاع أن يقوم بهذه الأربع أمور الخارقة أولا سر التجسد تجسد المسيح والكلمة صار جسدا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد الحدث الثاني هو قيامة يسوع المسيح من بين الأموات إذ أقام نفسه وهذا عمل خارق وحدث مهم جدا في تاريخ الكنيسة أما الحدث الثالث فهو صعود يسوع المسيح بالجسد أمام شهود عيان أمام التلاميذ من مكان معين من جبل الزيتون من الجهة الشرقية من عند بيت عنية بشهادة الشهود أما الحدث الرابع والأخير اللي هو سواء العهد القديم أو العهد الجديد تنبأ عن مجيء المسيح ثانية طبعا سيأتي ثانية بالجسد ألاحظ أن الأربع أحداث يسوع الكلمة المتجسد تجسد المسيح ثم قيامة يسوع المسيح بالجسد وصعود يسوع المسيح بالجسد ومجيء المسيح ثانية بالجسد لأن الكتاب يقول سيأتي على السحاب وسطراه كل عين والذين طعنوه يعني رح يشوفوا علامة الجراح في جسد يسوع المسيح